أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم وأسرار الحياة زي ما عودناكم كل يوم سبت بيكون معنا ديف بنستفيد ونتعلم سري من أسرار المهنتو النهاردة الحلقة بتاعتنا مختلفة بالفعل مختلفة لأن احنا هنتكلم عن حاجة ما جدش البرنامج خالص طول الفترة اللي احنا كنا موجودين معاكم فيها النهاردة هنتكلم عن تنزين المناسبات والاحتفالات طبعاً في كلنا بنتعرض بالوقت للتاني بيكون عندنا مناسبة بيكون عندنا حفلة عايزة نظمها عايزة زينها بحيث ان ما يحصلش ضرب وضيع فرحة البنت أو الولد اللي أنا عامل له من المناسبة دي طبعاً علشان نعرف أساسيات التزيين الحفلات والمناسبات جبنا لكم قائد من قوات تزيين الحفلات والمناسبات معينا ومعاكم الأستاذ محمد عبد المنعم والأستاذ محمود عبد المنعم أصحاب بيت ديكريشان بالونز ألفين أهلاً وصلاً بحضرتك أهلاً وصلاً بحضرتك نورتنا في أسر الحياة في البداية كنت تعرف بحضرتك احنا محمد عبد المنعم 25 سنة متصمم بيكور حفلات وصاحب بيتش ديكريشان بالونز ديكريشان الحفلات على الفيسبوك وعلى الإنستجرام ديكريشان بالونز ألفين مشهورين جداً عن الإنستجرام أهلاً وصلاً أهلاً وصلاً بحضرتك يا فهلاً زيكي وصلاً محمود في البداية برضو تعرف المشاهدين بحضرتك محمود 21 سنة متصمم بيكور أهلاً وصلاً أنت أخويت صح؟ أهلاً أخويت أهلاً أهلاً وصلاً طيب أنا في بداية حلاتي برضو عايزة أعرف المجال اللي حضرتك دخلته إزاي وهل هو كان هواية ولا دراسة؟ لا هو المجال مش هواية أو مش دراسة خالص هو هواية أنا مش دارس الكلام ده إحنا تعلمنا أخويا الكبير هو أول حد يعني يفكر في المجال ده وشافه قبل كده فتعلمنا منه واشتغلنا كلنا مع بعض من أول ما هو بدأ لحد دلوقتي بقينا حوالي 5-6 سنين مع بعضين أنتو بتستخدموا البالونس صح؟ اه بنستخدم ديكوريشن بنعمل ديكوريشن بلون لأي مناسبة أي إن كانت المناسبة ايه بنعمل ديكوريشن بلون في البيت بنستخدم بلون بنستخدم ورد مجفف بنستخدم ورد طبيعي بنستخدم ستير اللي هي زينة دي كعبات جرون دي يعني للشغل بنستخدم طول دي الحامات اللي بتستخدمه اه راحين المناسبة بتعب بالضبط اه بنستخدم الطول يعني هي الحاجات دي اللي احنا بنستخدمها في الشغل بس يعني تمام أستاذ محمود ده هو قال أستاذ محمد أنه هو بيستخدم البالونس ده أساسي طيب ايه الحاجات اللي بيستخدمه هتين غير البالونس يعني أحيانا ورد مجفف وأحيانا طول ورد طبيعي يأتلمني بقايا ورد مجفف ازاي بتعمله بتحطه فين الشموع الحاجات دي كلها يعني الورد المجفف أو الورد الطبيعي سواء المطلوب يعني بيبقى بيشغل على السرير في الدخلة أو فلنتين شغل فلنتين شغل حاجة دي اللي شغل معين يعني هو كمان الستير بتستخدموها في ايه يعني بتجيبوا ستير من معاكو بتحطوها كده في الجبور اه بالضبط كبك جراء كبك جراء كخلفية يعني اه خلفية للشغل بتاعها تمام اه تمام طيب حضرتك اتعلمت المجال ده فين وامتى اتعلمتوا من اخويا كبير هو اول حد اول ما اشتغل في المجال كنا احنا معاها طول يعني تمام كان جاب الفكرة شاف الفكرة قال ان هو يحب ينفذها يعني اشتغلنا معاها من ساعتها لحد دلوقتي واحنا مع بعضينا بقيتنا حوالي 6 سنين شغلين في المجال والحمد لله يعني وصلنا لمرحلة كويسة فيها طيب بالنسبة لأستاذ محمود اه خدت برضو المجال ده عن طريق اخويتك اه كلمني بقى عن شغلك ما عم بتعمل ايه احنا احنا مسؤولنا عن التنفيذ انا واحد تاني مسؤولنا عن التنفيذ تمام استاذ محمد مسؤول عن الخمات وعن الاعلانات بالنسبة للبيتش كل حاجة للبيتش هو اللي مسؤول عن الخمات احنا مسؤولنا عن التنفيذ انت مسؤول عن التنفيذ يعني في كده بيطلع لكم مثلا زي تقرير انت هتعمل ايه وهو هيعمل ايه انت كل واحد بينفذ الشغل كل واحد بيبقى مسؤول عن حاجة أنا بداية من أول الإعلان ببقى مسؤولة عن العمل من أول الإعلان لحد ما يحجز معي الأوردر وبعدين بسلمه المحمود أو التيم اللي معنا وبعدين هما بينفزهم كل واحد فينا مسؤول عن حد أصعب حاجة وجدك في الشغل بتاعنا الأماكن المفتوحة شغل الأماكن المفتوحة بياخد مننا مجهود وقت وعلشان طبعا الهوى والشمس والكلام ده فبدي أسر معنا شوية وفي نفس الوقت فيه برضو لما يكون حد مثلا عامل مفاجأة لحد طبعا عايزين طبعا مواعيد مزبوطة جدا إنه الحد ينزل يعني قد تروح قفي مثلا عامل مفاجأة مثلا في قفي المفاجأات دي اللي بتبقى صعبة شوية علشان إيه لازم نستنعها لما تنزل ولازم مجرد ما تنزل نبدأ الشغل ولازم قبل ما تطلع نكون بخلصين شغل فنبقى ملتزمين بموعد معين قوي المسألة السهلة المسألة المسألة المفاجأة ممكن تتحرق بسبب مثلا خمس زي زي المتأخر كلام ده فمنفعش لا قصدي أصعب حاجة بتواجهنا فعلا في الشغل وممكن نروح للموعد وفي الآخر برضو اللي هتعمل لها المفاجأة ما تنزلش فنظر قاعدين مستنين وممكن يخبونا شوية فدي دي الصعب في الموطوع معادي تعالى الأساس اللي أنت تعمل المفاجأة بتاعتك أو الشغل بتاعتك بالمل آه مش عايزين المفاجأة تبوز ده شغل لنا برضو سيد محمود عايزة الشغل اللي احنا شايفينه على البيتجي لما دخلنا بياخد وقتها دي الشغل بتحضرت يعني من ساعة لساعة ونص ممكن ساعتين على حسب المطلوب وفيه ممكن مثلا نعمل لي طلب بوابة بس دي ممكن تاخد نص ساعة بوابة ليه بالبلونات دي ممكن تاخد نص ساعة دي بتنفذها بتنص ساعة بس في حاجات بقى ممكن تاخد مسلا ساعتين زي الورد شغل الورد والشموع والحاجات دي اللي بتطول فممكن تاخد ساعتين طيب برضو عايزة عارف إيه اللي بتقدموا لي العميلة لما بتروحوا تعملوا اي مناسبة هو العميلة يعني فيه ناس بدل ما بتنزل تشتري الحاجات وتنفخها وتعلقها وتلزاها وتكلامها بتاخد وقت كمان ومتبقاش بنفس المنظر بصدق بتبقاش بنفس الجودة طبعا عشان ده احنا متخصصين فيه فالعميلة لو فيه ناس بتحب تشتريها الحاجات دي وبتعملها لأ احنا ممكن بقى نقدم له ان احنا نجيب كل حاجة وبنعمله كل حاجة ونجيله لحد البيت بنعمله كل الديكوريشن وهو ما بيعملش اي حاجة احنا بنجيب كل الخامات واحنا اللي بننفس ده اللي احنا بنقدمه للعميل زائد كمان ان لو هو مسلا حابب ان هو يشتري الحاجات دي احنا عندنا برضو الفرع بتاعنا فيه كل الخامات اللي احنا بنستخدمها نقدر برضو ان احنا نبق عليه له لو هو حابب ان هو يعمل حاجة بنفسه وفي نفس الوقت برضو الفرع عندنا فيه كل كل الاكسسوار بتاع اي مناسبة يعني انتوا عندكم مكان ثابت آه مكان فيه الاكسسوار وفيه الخامات برضو لو حد عايز يشتري الخامات ويعمل هو الحاجة بنفسه عندنا الاوبشن ده لو حد مثلا عايز يشتري الاكسسوار بس اللي الشموع والحاجات اللي بتتلابسه ده برضو عندنا كل الاكسسوار بتاع ايا حفلة يعني انتو بتعتبروا يعني مكان متكامل لتزين الحفلين بالزبط سواء هتشتري أو محتاج حد ينفذ لك شوه احنا عندنا الاوبشنين اتبقى ممكن العميل يجي مثلا يقول لك انا هاشتري الخامات وعايزك بس حدك بس تيجي تعملها متاح برضو لو هو شريك خامات وعايز حد يجي نفذ له الشوه عندنا برضو تنفيذ بس مش شرط يعني ان احنا نطلع بالأوردر يعني بالخامات بتاعتنا لا ممكن لو الخامات بتاعته قويسة شبه بتاعتنا عادي ممكن نطلع عادي تنفيش بي مشكلة طيب بالنسبة يا استاذ بحمود عايزك برضو تكلمني ايه المناسبات اللي انتو حضرتوها يعني اعياد ميلاد افراح اكلمني بقى اعياد ميلاد سبوع ليل الدخلة خطوبة كل المناسبات كل المناسبات مش محددين مثلا مناسبة معينة بتشتغل لا انتو بتشتغل في كل المناسبات سبوع خطوبة دخلة بتيجي برضو تعملوا الدكوريشان مثلا بتاع الايواد والحاجة مثلا بتاع الليلة الزفاف وكده بتتعبوا بقى لما بتيجي مثلا في الموضوع ده بتاخدوا مثلا مكان متكامل بيبقى فيه طعب ومجهود طبعا اكيد طبعا مفيش حاجة بالسئل يعني كل حاجة بتاخدوا وقت ايه الحاجة اللي عملتها وكد فرحان جدا ان هي يعني تلعت كويسة حاجة عملتها وطريقة هو عمتان كل الشغل بقى بقى من صوت انه طالع كواس وكل الشغل بيطلع الحمد لله يعني بيطلع مننا كويس تمام بس في كذا حاجة كده عند مثلا الشغل اللي قواض العروسة اه قواض العروسة ده اللي على طول بيطلع بيطلع مميزة جدا معاوة اواد العروسة بتعمله ايه بقى في اواد العروسة اواد العروسة دلوقتي العروسة اللي بتاخد اوضة في اوتيل وبتجهز فيها دلوقتي الديكوريشن ده حاجة اساسية بالنسبة الاواد دي الحاجات دي مسمعناش عنها يعني لأ هي حاجات دي عشر سنين كده هوليك على حاجة احنا من مثلا سنتين ثلاثة اواد العروسة دي ما كناش بنعملها خالص كانش حد بيطلوب مننا حاجة زي كده لأ دلوقتي عادي الميلاد Session وفي اوتيل والديكوريشن ده حاجة اساسية دلوقتي ايه في الفرح غريت عروسة بتاخد اوضة والديكوريشن ده حاجة اساسية فخصى يعني مع الوقت الحاجات دي بتكتر والطلب عليها بيكتر بيزيد فدلوقتي بقي الديكوريشن ده حاجة اساسية فباي مناسبة طيب كلمني كده مثلا يعني على مناسبة اه سبوع او مناسبة مثلا علinos دفات اه ايه الديكوريشن اللي تعملهه بقى احنا بنعمل ديكوريشن في البيت اه في البيت اه لو فرح مثلا لا احنا مش بنعمل في القاعات لا احنا بنعمل ديكوريشن في البيت يعني مثلا لو ليلة الدخلة لعيس مثلا بيبقى حابب ان هو يفاجأ منراته مثلا في ليلة الدخلة فيبيعمل لها بيزيين لها الأوضة بالبلون والشما والورد الطبيعي او الورد المجفف تمام احنا بقى اللي بنقوم بالموضع ده بالمفاجئة دي اه عشان بس ما يخصرتش الامر اللي انتو ديكوريشن بس اللي هو بلون وورد ومجفف أو طبيعي ديكوريشن وورد طبيعي وورد مجفف اه ان انتو تدخل بس انا نفعبش العروسة لا لا احنا ديكوريشن بس اه زينة بس اه كنت عايزة برضو اعرف من حضرتك انتو فريق متكامل اه احنا تلاتة تلاتة اه مين ومين اه السيد محمد وانا واسيد احمد طيب ايه دور كل واحدة يا السيد محمد في الفريق انا طبعا مسؤول زي ما قلت لحضرتك من اول الدعاية من اول الاعلان بتتواصل مع العميل من اول ما يكلمني كلمني على البيتجي يكلمني على الواتس انا اللي بتواصل مع العميل لحد ما يحجز معي محمود و احمد مسؤولين عن التنفيذ وانا برضو اوقات برضو لما بيكون في ضغط وكده اوقات بنتطلع كلنا النفس وانا برضو مسؤول عن الخامات انا اللي بجيب الخامات وانا اللي بتابع الخامات اللي بحيس ان ما فيش اي حاجة تكون نقصة في اي وقت أي أوردر يترف في أي وقت عندنا كل حاجة في أي وقت فهنا المسؤول عن الماتيريال من أول الماتيريال ومن أول العميل من أول الإعلان لحد ما يحجز معايا وسلمه لحمد أو محمود هم اللي بنفسه يعني أنتو تلاتة بتروحوا نحن تلاتة سبتين نحن نروح أي مكان فيه بقى مع الوقت مثلا لو في يوم في ضغط شهر لا ممكن نستعين بحد مثلا نحن الأساسي سبتين تلاتة طيب بالنسبة بقى مثلا هي حاجة مش دولي نتكلم فيها بس برضو توضحها للمشاهدين الأسعار بتبقى أوفر ولا عادي في متناول الجميع لا في المتناول خالص في المتناول اللي هو مثلا ممكن حضرتك لو عندك لو حضرتك عندك مثلا مناسبة المبلغ اللي حضرتك بتنزلي تشتري به الخامات والاكسسوار واللوزينة لا هو انت ممكن بالمبلغ ده نعمل نفس الديكوريشن اللي انت عايزة تعمليه وبنفس السعر اهو بفرق بسيط احنا معنا شجل حضرتك ده عيد ميلاد طفل اه كل الحاجات دي هي دية السطرة اللي هي متلونة دي اه ده البيجراوند ده السطرة اللي هي الملونة دي اللي هي بتلمع دي اكيد دي خطوبة دي خطوبة اه طب وضع حاجك ويسى جدا دي خطوبة برضو اه ان احنا شايفين البلونات بدأت تخش اصطا في الجيكور والتزين وتدي منظر حلو جدا بالزبط جير لما لقى هنزل واشتري وهكلفه في الاخر وتنصف الالوان اه مع العروسة تلبسه نشوف فتستان العروسة هيكون ايه ونحاول ان احنا ننصق الالوان مع فتستان العروسة مثلا لو حد هيعمل مثلا سيشانايد ميلاد ونحاول برضو ان نشوف هنلبس ايه وننصق برضو مع اللبس اكيد فالحاجات دي لو حد هينزل الشريحة اكيد مش هعرف نصق الكلام ده كله مع بعض لا طبعا استحالة استاذ محمود بتبقوا متواجدين ساعة المناسبة ولا بتخلصوا شغلكوا قبل المناسبة وشكرا وبمشي لا احنا بنخلص قبلها مثلا ممكن نص ساعة بنخلص ونمشي مفيش حد بيحضر مناسبة تمام هو احنا بنخلص شغلنا بس ايه بتخلصوا طب بتروحوا قبلها بيوم ولا هو في نفس اليوم سواء قبلها بيوم او في نفس اليوم على حسب كل افضل بيبقى في نفس اليوم كل حاجة بتفضل زي ما هي مثلا عشان لمع اه عشان لمع اه عشان لمع مش اكتر تمام مين ده والحد يشجع اه والتي واخواتي اه هم قالوا لك لا تعال معينا بقى اه اه هم اكتر ناس كانوا بيشجعون على الشغل ده وعلى الحاجة اه لقيت نفسك فيه اه اه وصراح حبينا عن الموضوع جدا حبيته اه وحبينا الموضوع جدا فبقى هنا بنتطور فيه اه اه استاذ محمد في بداية كل مشروع لازم بيبقى فيه ايجابيات وسلبية اكيد طبعا اه طبعا احنا كلمنا عن ايجابيات الحاجات الجميلة اللي انتو بتعملوها ايه بقى المشاكل اللي وجهتك من ساعة مبادئة المشروع ده لا الحمد لله يا رب العالمين ما فيش اي مشاكل وجهتنا خالص من اول انا واخواتي اول اخوات كبير لحد ما احنا برضو حاليا ما فيش اي مشاكل وجهتنا وخالص صراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله اه بتلاقي مطعة لما بتنزل الشغل وبتزين مع اخواتك طبعا احنا حابين الشغل جد طبعا انت اي شغل اه لازم بيقى في حظ الشغل ده بالنسبان احنا بنستمت واخنا شغالين انما لو لو يوم مثلا اجازة لا احنا اليوم ده بيكون مش كويس معنا زي الايام اللي يكون فيها شغل احنا حابين الشغل وبنتور فيه يعني مثلا كل سنة عندنا على البيج كل سنة مختلف عن التاني في جديد مش سابتين على حاجة مؤينة كنت برضو لسه هقولك يعني برضو البلونات مش هتبقى بنفس الشكل وبنفس المنظر لازم بيبقى فيه تجديد هنا وفينا لازم احنا لنبتكر حاجة جديدة الناس هتزهق اللي عامل المناسبة عندنا لازم السنة الجاي يعمل المناسبة عندنا في شكل تاني احنا لازم احنا لنبتكر حاجة جديدة ما نستمتش مثلا لما العامل هو اللي يقولنا غيره انا مسلا انا عامل حاجة جديدة لا إحنا اللي بنفرد عليه إحنا اللي بننهارد عليه بنقول له إحنا عندنا قبشانات جديدة عندنا شكل جديد عندنا نصميم جديد يعني أنتوا كمان بيبقى فيه مثلا كتالوج كده بتبقى عاملين فيه شغلكم مصورينه العميل لما بتواصل معايا بيقول المناسبة مناسبته إيه تمام بعرض عليه وقول له أفكار المناسبة هيكون فيه فريسيبشة أنا بديله أفكار وبعرض عليه صور ومن خلالها بقى بيقدر يحدد لطلبه وممكن برضو الألوان نتنقش فيها لو مثلا عايز لهم معين عند ميلادي عايز من الطفلة مثلا هتلبس حاجة معينة لو عايز لهم معين بيقول لي أو لو مثلا ما يعرفش مصوره مثلا ممكن يقول لي وأنا أقترح عليه أفكار أو أقترح عليه ألوان بس من دمن الأسئلة اللي جات لنا على رسالة الصفحة يا أستاذ محمود بيقولوا لنا الأساز اللي جايين ممكن ينزلوا مثلا يزينوا قوضة ولادة يعني هي خلاص كده عايزين آه ممكن آه إزاي بقى بتخرج بتلاقي كل حاجة هزا يعني بتروحوا الأوضة اللي هي هتدخل فيها آه بزبط هتخرج هتلاقي كل حاجة هزا أوقات في ناس هيا اللي بتكون مفاجأة يعني مثلا بتبقى عاملها لها منفاجأة إنه البلالين تصبح اللبني أو البنبة بالزبط على حسب بقى المولود بنت المولود بالزبط بتطلع بتتفاجئ طبعا بالباب متزين من أول الأوضة من بره بحدي بقى بتعملوا إيه بقى بتدينوها إزاي هي طبعا بتكون مفاجأة بنستنى لما هي تدخل عمليات طبعا آه ومجرد برضو لازم إن إحنا نخلص في وقت معين عشان تطلع ده تعب على فكرة هو إحنا مثلا مطلوب مننا ساعة بالزبط ساعة بيكون خلصان المطلوب طبعا لازم مش هيخلوها قادة مش هينفع بالزبط وممكن تأخر شوية بنفضل لو فيه مستنين لحد مستخبين كده ده ما تدخل العمليات وبعدين إحنا بندخل لازم نخلص الشغلية مثلا لو هي تأخذ ساعة لازم ساعة نكون ماشيين إزاي طبعا شغلية مصعب شغلية مصعب ما يشوفوناش آه ما يفعاش يشوفون وإحنا دخلين ولا وإحنا خارجين هي مفاجأة ما هي مفاجأة بس إنت قدامك وقت معين فده بيبقى صعب بالزبط عشان أكيد الحمد لله ربنا كرمني إحنا إحنا سرعة جدا في الشغل إحنا ما هو الموضوع ده بتاعك وده أعايز سرعة بالزبط إحنا الحمد لله مش عايز تاتا تاتا هتلاقي نفس الوقت ده أصلا أنا بقول لحديك البوابة مثلا دي محمول ممكن نعملها في نصف ساعة آه الأول ما كنا شكيا إحنا عبال أصطب من منوفق في البلالي أنا بعملها وسبتها وبامشي كمان من المكان بعد نصف ساعة بالزبط طب حلو جدا إحنا الأول ما كنا شكيا طبعا بس تعلمنا ده من السرعة السرعة دي آه مع الوقت آه معلنا ست سنين يعني شغالين في المجال ست سنين شغالين في المجال ست سنين آه لكن ما خطرش بالك اللي أنت في بداية تخرجك مثلا آه كنت نفسك تشتغل في مجال تاني ما حبتهوش لقيت نفسك في المجال أنا أصلا في نظم معلومات أنا خارج نظم معلومات آه مجال أصلا ملوش دعوة خالص خالص بس أنا اشتغلت فيه وأنا بدرس أنا اشتغلت في المجال وأنا بدرس أصلا أخوكك كبير اه شغلت مع أخيك كبير وفي سنة رابعة عملت البيتج والبيتجي اشتغل ولاقيت الحمد لله ربنا كرمي لا الناس دخل صراحة والله يا جماعة احنا دخلنا على البيتجي بتاع الأسد لأنه في تفاعل لو مكنش متخيلة أصلا أن أصحاب البيتجي سنهم يبقى صغير كده لأن الحاجات اللي هم عمليها بتوحي بخبرة أكتر من عشرين سنة فما كناش متخيلين أن حضرتك وأخوك برضو سنهم صغيرين اه انا بدأت برضو في المجال وانا بقول لك أنا لسه بدرس وهو برضو بنفس الكلام بدأ وهو لسه بيدرس برضو حلو برضو أن انتو بتشتغلوا وانتو بتدرسوا بتعملوا مشروع صغير ليكو بتبنوا نفسوكو أحسن مثلا ما أنا قاعد لأ ده أنا هدور هنا وعمل هنا لا فيه تفكير الحمد لله آه الحمد لله رب العمي أستاذ محمود شغلكو بقى في كل المحافظة لا الكهراء والجهزة بس اه ايه ده بقى ليه بقى الكهراء والجهزة بس اقول لي حالتي اقول لي حالتك ما ينفعش مثلا ان عملي ان مثلا محمود يبقى طالع هروح مثلا افنت في اسكندرية و افنت مثلا في القاهرة اليوم كده يديع اليوم كله ضعف الطريق فهو قادر بقى لو بالكهراء والجهزة بس احنا يقدر نتنقل من الافنت لاليفنت ساعة نصف ساعة ساعتين بكتير قوي يقدر ينفذ مثلا في اليوم أربع خمس مليونيات يعني هي القاهرة والجهزة اه المحافظات اصلا ينروح محافظات يبقى اليوم ضع ممكن انقعد وفي نفس الوقت يعني الوقت الكل هيدعف الطرق وتكريفه اكتر طبعا مشكلة بتاعبكم حاجة ان انتو بتعملوا في نفس اليوم في نفس اليوم بالزبط طبعا في نفس اليوم ممكن يكون عندكم كذا بالزبط مثلا اه الايام اللي بيكون فيها مناسبات كده زي الجامعة والخميس والايام دي الايام دي ممكن يطلب مننا مسلا في اليوم خمسة افنتات طب اللي هيروح ينفذ ده هيعملهم ازاي لو مسلا لو واحد فيهم خارج الكرار والجيزة انما لو داخل الكرار والجيزة لا نقدر فعشان كده الكرار والجيزة بس غصبنا عننا طبعا عشان ضغط الشغل يعني بس اكيد ممكن بتفكر ان انتو ديبوا ناس معيك وتعملوا مثلا قاست كبير بنفكر في اسكندرية حاليا بنفكر ان احنا نعمل فرحة في اسكندرية وحد يكون قاعدينك مخصوص يعني على قادي شغل اسكندرية انا اللي خلاني سألت السؤال ده اني لقيت فعلا فيه ناس في اسكندرية وضميات 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 فيه ناس بتطلب اه تطلب بتطلب بأوردر وبالبلايل وبيزعلوا قبل لما بنقول لهم لا كارار والجيزة بس بيزعلوا جدا هم بقى مش عارفين ان انتو بتعملوه اه احنا احنا في كارار والجيزة بس عشان غصبنا عننا احنا شغلنا كله في الكارار والجيزة بيبقى فيه بقى خدمة توصيل او كده ما هو ده خدمة توصيل وتركيب كمان احنا بنروح لحد البيت احنا بنعمل كل حاجة لا يعني لو طلب أوردر مثلا لقصد الخامات بس يعني اه خامات لا خامات بس ما عندناش توصيل لها ما فيش توصيل اه لأ عندنا الستور الفرع بتاعنا فيه كل الخامات وفيه كل اكسسوار بس توصيل لا لان فيه حاجات التوصيل فيها ممكن فيه حاجات ممكن تبوز منها اكيد فيه حاجات منفوخة فيه حاجات بتبقى السواريخ اللي بتاع الطرطة والشوما والكلام ده بيتكسر والله هو اللي هيطلب يبقى بالمر يجيب الناس اللي هالموا متخصصة بالظبط كمان أو يتخلص الموضوع وطلعوا بالظبط كمان زي ما عادك شايف يعني الشغلنا اكيد يعني العمل لما ينزل يجيب الحاجة مش يعملها بنفس الدقة اكيد اكيد طب انت دلوقتي استاذ محمود لو طلب منك مثلا ان تروح محافظة تشتغل فيها مثلا ويكان الوقت بتاعك مناسب هترطة ولا برضو هتعتمد لا ما فيش مشكلة عادي يكون وقت مناسب تمام وما عنديش تكونش مثلا وراك حاجة يكونش عندي حاجة ولا خلاص بقى تحددته من القاهرة لا ما عنديش مشكلة خلاص يكون وقت مناسب وانا ما عنديش مشكلة اكيد طيب برضو انا عايزة اعرف من حضرتك كل مناسبة بتعملولها ايه لان عمالين جايين عايزين يعرفوا كل مناسبة يعني كلمني كده عن المناسبات مناسبة ايه بيبقى divisور ايه ومناسبة ايه بيبقى هو يعتبر كله بيبقى كله بيعاخكر بلون وغزي ما قلت لحضرتك احنا بنتستخدم البلون والورد المجفف والورد الطبيعة والكلام ده يعني مثلا الخطوبة لا الخطوبة بتبقى بيعاخبر بلون بس هم بيعاملهم ايه بيحضوا الكرسيين بتعلى هورس والغريس وبنعمل عليهم ونعمل خطوبة فوق ايه منستخدمش طبعا ورد مجفف في الخطوبة ولا ورد طبيعي أخيرا دي كورشان بلون مثلا لو عيد جواز مثلا لأ بنعمل ورد بنعمل شموء نعمل بلون تمام فكل مناسبة لها حاجة كل مناسبة لها حاجة طيب برضو إيه للطلبات الغريبة اللي طلبت منك قبل كده طلب مننا قبل كده وحيد طلب مننا قبل كده حفل الطلاق إيه ده يا سيد محمد حفل الطلاق يعني هو راح طلق المدام وعايزة عميل حفلة أول لاي وعملناها لها الفكرة إيه ده بلالين صدى بقى أول لايه لا أول لايه كانت كحلة ساعاتها ساعاتها هو طلب بتاع خطوبة قال أنا عايزة أعمل ده بالزط كان مكتوب فيها just engaged طب just engaged يعني خطوبة قال لي لا أمنا عايزة بقى لحفل الطلاق طلبت هزر قال لي أول لايه حفل الطلاق وعملناها على فكرة كتبنا غيرنا الكلمة غيرنا الكلمة بدل just engaged خلناها happy divorce يعني طلق سعيد طلاق سعيد طلاق سعيد أول طلب كده طب لأ دين تكلمني بقى يا محمود انت عملتوا إيه في الموضوع ده لا احنا ما معناش حاجة احنا نفذنا المطلوب احنا نفذنا المطلوب ومشينا ما معناش دعوه البلدين كانت كحلي طب دوق الله كويس انه هو قال كحلي ما قالش سوداء لا لا مش سوداء اه تمام مش اللي اسود عندنا مش اللي هو مثلا حاجة زي كرة لا الاسود عندنا مطلوب جدا والنم محبوب جدا وممكن برضو حد يطلب مننا مثلا مرة برضو كان عيد جواز حد قال لنا برضو عايز اعمل ميكي ماوس طب ميكي ماوس قطنوه في عيد جواز قال يا الله انا عايز ميكي ماوس ميكي ماوس دي شخصية كرتونية قال لا عايز ميكي ماوس طب حلقتنا جريت بس بسرعة عايز اتواصل كده سريع مع حضراتكم هو طبعا مكتوب على الشاشة التواصل ازاي بقى هو العميل بتواصل معي عن طريق البيتج طبعا البيتج فيسبوك او الانستجرام اكي او بتواصل معي عن طريق الواتس بيقولي المناسبة بكترح عليه طبعا زي ما قلت الحضير بكترح عليه الافكار او بيصور لي المكان وانا بقوله ايه اللي ينفع مع المكان ده وبيقولي طبعا لو هي اخطوة مثلا بيقولي مثلا العرسة تلبس كذا والعرسة تلبس كذا وبنحاولنا نستقع مع بعض ان شاء الله انا اشكرك ازاي محمد اشكرك ازاي محمود وان شاء الله مزيد من النجاح وان شاء الله وبكده تكون نهاية فقرتنا سيادة سيادة المشاهدين وانتظرونا في فقرة تانية مع الفن التشكيلي